اشتركوا في القناة لقاء الخميز يبدأه المهندس عدل بداية جدلية عندما يكون هناك إصرار على إيه بقى أستاذ زبرين كل كلمة تتقال عايزين ياخدوها في السك اللي هم عايزين يدعنوا في أمينها بيه يوم يقولك إيه هو أنت بتقول الإنسان ابن ثقافته ابن المكان تقصد إيه المكان هو الظرف هنا بمعنى الظرف يعني هل حد عايز يفهمني إن ما كانش كل الناس ها الثقافة اطلع عشت من الأهلي وقتها اطلع هاجم الأهلي اطلع إيه والحقائق بالنسبة للأهلي فأنا قلت لما تكون موجود في المناخ ده ممكن تتصرف كده وترجع تراقب نفسك وتندم كما حدث مع إمام عشور ولكن أنا أحاسب الشخص لما يكون عندي ويعمل كده زي ما عملت مع إمام الرجدي لما سب جمهير الزمالك صحيح ورافض الأهلي روض مجلس دارة وقتها يوم ياخذ بتاعي وقولك أنت بتقول على الزمالك لا الزمالك ما تستخبوش وراء الزمالك الزمالك كبير قوي محترم قوي تاريخه كبير قوي أنا بتكلم على الفئة اللي عايزة تدعي أنها بتمثل هذا الكيان العظيم بالأسلوب ده وانت جايب شوية نمازج على التدليس وتغيير المعاني اللي عايز بقى ياخد الكلام ده ومتصور أنه هو بيبتزن بيه هو حر لكن جمهور الزمالك المثقف الحقيقي فاهم أنا أصدق إيه فاهم أن أنا أصدق الناس اللي بتدعي مش الزمالك يبقى والنبي مش كل كلمة تحاولوا تاخدوها في السياق اللي يعمل على مذاك كنتوا أو تخدوه أنه يعمل رد الفعل اللي أنتوا محتاجينه أنتوا أنا أتحدث عن ناس بتتجاوز في حق الأهلي فأرد أنا على الناس دي بس مش برد على زمالك الحقيقة برضو الحاجة الغريبة مش بس تأويل الكلام وتحريفه عن مواضعه لا ده اختلاق الأخبار والقرارات نفسها توصل لدرجة أن أنت تلاقي تصريح محطوطة فيه صورة الأستاذ عامل حسين رئيس إدارة المسابقات بالربطة وتصريح على لسانه مكتوب يعني المكتوب ده منسوبا إليه أنه بيقول أنه تقرر إعادة مباراة الزمالك والمؤوليء بصه بيقولك عامل حسين بيقول حسب تقارير الحكام والمراقبين سندرس إعادة مباراة الزمالك والمقولون بعد اعتراف الحكم وبوجود خطأ في تطبيق القانون وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك بصوا جماعة ده تصريح مفبرك مش مية في المية ألف في المية لا أساس له من الصحة تماما عارم من أي صح لعمل حسين قال ولا الحاكم اعترف ولا المباراة تتعاد ولا ينفع تتعاد ولا صحة لضربة الجزاء ولا أمين عمر تم استدعائه ولا اتحق معاه ولا أربع ساعات ولا راح اتحاد الكرة أصلا ولا راح سلم تقريره لأنه التقرير اللي الناس ما تعرفهاش بقت بتتبعت بالإيميل من غرفة الملابس بتاعة الحكام فورا انتهاء المباراة يعني الحاكم بيدخل قط اللبس وهو بيغير هدومه بيكتب الكام جملة اللي في تقريره ويبعتها بالميل من الموبايل بتاعه للجنة الحكام ده اللي حصل ولسه كمان مع انتهاء مباراة الجولة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام هيعمل جلسة بكرة أو بعده مع الحكام عشان يبدأ يستعرض حالات الأسبوع كلها والظواهر اللي حصلت فيها ويقولوا قراءهم من النحية التعليمية مش النحية ان انت هتحاسب حد ولا تحقق مع حد ولا حتى مبارح مجلس دارة الاتحاد في اجتماعه لا بص الشاك ولا بص الاحتجاج ولا فيه كلام من ده أصلا يا سيد براييم ما يحقق اتحاد الكورة ويحاسب اتحاد الكورة على الأخطاء وكل حاجة لكن بشرط ان تكون هذي امور حقية يعني يقيل على لسان بيريرا كلام ان ده البريرا طلع يقول دي ضرب الجزاء مخالف القانون وبعدين التعليق على ان ازاي يقول انا مش مقتنع ما هو لم مقتنع عكس ان انا مش مقتنع ايه مقتنع يبقى هيروح يحسب طب لو انا ما حسبتش يبقى مش مقتنع ايه الخطأ في في ان انا اقول مش مقتنع ما هو الاساس يا مقتنع يا مش مقتنع لكن الغلط في اللي محدش راضي يحقق فيه وتوقف عنده لانه حيبقى خطأ متكرر ان يتزاع هذا الامر بهذا الوضوع بالصدق ده يتزاع الملأ وكل ده بقى اللي كل العالم قال لك هذا غير خرق قانوني غير 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 وارد انه يحدث خطأ جسيم لا احد يتحدث مين المتسبب فيه عشان يعالج الاخطاء دي بعد كده لكن الحكم الغلطاني يتحاسب وهو هو اللي بيقوله خطأ في تطبيق القانون وكل الناس اللي اعتقلت خطأ التقدير انا مش هنعقش اللعبة صح والغلط مش عايز اخلش في العتة دي انا عايز اناقش هو انت يا امين يا عمر السنة اللي اضعت فيه اضع فيها الدورة على الاهلي ما كانتش ماتش البنك الاهلي استقنف يعني لا يمكن هنا القانون بقى هو ده الخرق القانون ولم تعود المباراة تم سئناه في المباراة حتى احراز هدف يعني انت مش 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 كرة ماشية وانت بتقول جؤن لا ده كرة تلعبت وتحركت واستقنفت المباراة هذا هو الخرق القانون ليه متعدتش لان الحكم لم يعترف انه اخطأ صحيح نفس الحكم والحمد الله اللي حصلت فيه مع هذي الوقع ونحن كل نادي حسس ان له يروح يطالب به بس من غير يعني خلينا في الحقائق اذن كنا بنأكد على انه ما نسب الى عامر حسين فبركة كاملة لم تحدث على الاطلاق الحلقة 858 يظهر فيها ملك وكتابة بشكل مختلف تشمل كل حلقة عددا من رؤوس المعلومات والموضوعات والقضايا المهمة وهذه ابرزها اشتركوا في القناة